في احد المدن التونسية كانت تعيش امرأة ارملة مع ابنها الصغير في احد المنازل بحي شعبي وقد كانت هذه المرأة تعاني الويلاءة هي وابنها بسبب هذا البيت وما يرونه وما يسمعون بداخله فقد كانوا يسمعون صرخات رهيبة بالليل واحيانا اصواتا كالنباح او عواء الحيوانات اضافة الى الخيالات السوداء التي كانوا يرونها في كل ارجاء المنزل وخطواتهم المرعبة في سكون اخر الليل حاولت المرأة وابنها التعايش مع هذا الوضع نظرا لضعف الحيلة وظروفهم المادية الصعبة فلم يكن باستطاعتهم ترك المنزل وتأجير منزل جديد بعد ان توفي زوجها وهو معيل العائلة الوحيد لذلك حاولوا تجاهل كل ما يحدث بمنزلهم والتعايش مع هؤلاء الزوار محاولين اقناع انفسهم بانهم مجرد زوار مسالمين وبمرور الوقت بدأ الامر يزداد سوءا شيئا فشيئا حيث ان الامة بدأت تفقد الكثير من اغراض المنزل كالملابس وادوات المطبخ وحتى النقود القليلة التي معهم وفي بعض الاحيان كانت تجد خصلات من الشعر الاسود بداخل الطعام فور تجهيزه اضافة الى انها لم تكن مرتاحة حتى في نومها فقد كانت تشعر باحد يشاركها سريرها عند النوم وكانت تحس بلمسات خفيفة في جسدها تجعلها تستفيق مرعوبة كل ليلة باحثة في ارجاء الغرفة لكنها لا تجد احدا غيرها فقد كانت تخاف حتى من النوم لكن ما باليد حيلة فقد كان قلقها الاكبر على ابنها الوحيد فليس لها غيره بعد وفاة زوجها وذات يوم دخل ابنها الى غرفته ليجد قطا اسودا جالسا على سريره وهو محدقا به بغرابة فانزعج وصرخ عليه وضربه ليخرج القط بسرعة من الغرفة واغلق الطفل الباب خلفه ثم عاد الى سريره واستلقى قليلا حتى غط في نوم عميق ليحلم بانه كان يتجول في منزلهم بحثا عن امه من غرفة لاخرى ليعترضه خيال اسود طويل القامة ومرعب المنظر قائلا لماذا اذيتني عند نومي ماذا فعلت لك حتى تضربني حينها تذكر الولد ذلك القط الاسود فقال لذلك الشيء وهو يرتعش هل انت نفس ذلك القط الاسود فرد عليه قائلا لا يهم من انا فقد جئت لكي اضربك كما ضربتني حينها انصدم الطفل وحاول الهروب وكان يجري في جميع انحاء البيت ينادي امه ولكن ذلك الشيء كان خلفه اينما ذهب الى ان حاصره في زاوية الغرفة وصفعه على وجهه حتى كسرت سنه وفي تلك اللحظة استفاق مرعوبا من ذلك الكابوس لكنه تفاجأ بان احد اسنانه مكسورة بالفعل ليصيح مناديا على امه باكيا امي امي فقدمت اليه مفزوعة بسم الله بسم الله ما بك يا ولدي ماذا حدث لك فاخبرها بكل القصة لتنصدم من ذلك لكنها حاولت تهديئة الولد وبقيت مستيقظة بجانبه حتى الصباح لتأخذ طفلها الى بيت جارتها كي يبقى معها فقد طفح كيلها وقررت طلب المساعدة من احدهم لتتوجه الى احد المساجد تسأل عن احد الرقات لعله يستطيع مساعدتها فارشدها احدهم على احد افضل الرقات بالمنطقة ويدعى الشيخ البغدادي فانتظرته حتى خرج من المسجد وتوجهت له قائلة يا شيخ يا شيخ اني استحيفك بالله ان تساعدني فوالله اني وابني نعيش في رعب وعذاب نفسي لا يوصف فرد عليها اهدئي اهدئي يا ابنتي واخبريني عن قصتك وموضوعك وباذن الله سافعل ما بوسعي لمساعدتكم فروت له المرأة كل ما يحدث في بيتها وما يرون وما يسمعون بداخله حتى انها اخبرته عن الحلم الذي رآه ابنها وما حدث بعده فقال لها حسنا لقد فهمت الموضوع عود الان الى منزلك واضبي على صلاتك في وقتها واقرأي ما استطعتي من القرآن اليوم وفي الغد ان شاء الله ساحضر الى المنزل لاركيك انت وابنك لتحسينكم وتحسين المنزل من اذية الشياطين فذهبت الى منزلها وفعلت ما اخبرها به الشيخ لكن عندما بدأت بالصلاة شعرت بشيء غريب في الغرفة لكنها حاولت تجاهل ذلك لتنهي صلاتها ثم بدأت بتلاوة القرآن لتسمع مباشرة صراخ ابنها في الغرفة الاخرى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة